أنا آسف في هدى أنا آسف أسلانا إيه؟ موضوع ده الديني أو إيه؟ جداً جداً ليه يا شيري؟ أعرف ناس أحد من قرابي أنا كمان أعرف ناس ماشي؟ أحد من قرابي بيبقى داعم 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 لدرجة أن هي لازم تبقى ذكية اللي ناجح لازم بقى فيه إدارة نجاح أصدق تعمل إيه؟ فبتلاقيها هي الداتو كيو إن هو يغير الداتو كيو إن هو بقى قليل في عينيها موضوع دي يعني لو أنا ناجح يا شيري وإنت زوجتي فلازم أقول لك مرسي لازم أقول لك شكر أبضل أنا النجاح دا أنا وإنت فورجرانتب أو حق مكتسب يعني في زوجات بينسبوا النجاح كله لهم بس وبالتالي الزوج لأنه يعني راجل فالكرامة عنده بتقل شو بيحس إن كرامته بتتجاح بحس لو قليل يعنيها أنه ست يجب أن تكون ذكية طبعا الراجل بيدعمها فهي المفروض تبقى ذكية إنها ما تصيرش حفظته طبعا ما تصيرش يا غيرته طبعا وطول الوقت تقوله إن له لدعمك ولولا دعمك ولولا دعمك ولولا دعمك يعني أنت عايزي ومش بطريقة أو بوضة أنا سامح تقعد لشها الكل لا أنا عاية بس أنت كده بتقول إنه إنه ست في حالة دعم الراجل ليها هي لازم طول الوقت تبروزه وتقوله شكراً كتر خيرك شكراً كتر خيرك شكراً كتر خيرك صح؟ صح؟ مش طول الوقت ما بيقاش بالشكل أوبر ده مش قصدي برضو أفوالها بس برضو مش طول الوقت بس أنت بتؤكد على إن هي لازم تعمل ده أنا مش ضده ده بالمناسبة طبعا هي لازم تشكره طبعا ما هو لازم يشكرها ما هو لما لو دعمها والدعم مش بس إن أمي يخسل طبعا إن في الحوض ولا يشيل مكانه ولا يوضع مع رياله الدعم نفسي لكن الدعم النفسي كمان والعاطفي مهم جدا فكرة إنه إنتي مش كان عندك مشروع ليوندول بتسلميه ما تطمنيني كده عملت إيه؟ إنتي النهاردة الحلقة كانت حلوة قوي أدائك كان رائع في ترقية جديدة كنت عالية جيداً مش عارفة في يعني الدعم كمان المعنوي والعاطفي واستخدام الألفاظ واستخدام الرعاة اللي هي أنا عيني عليك يا رفك أنا أقول لبسك كان حلو قوي النهاردة شكلك كان حلو قوي النهاردة ده دعم كبير جداً يعني مش كل الدعم أنا قاعد مع العيال أول ديهم التمرين عشان دوم التحام بكرة وإنتي عندك شغل لكن كمان الدعم اللي هو فيه أنا منتبه ليكي أعتقد دعمه مهم جداً طبعاً